اشتركوا في القناة مشيدا بتعاون كافة الاطراف ذات العلاقة بالانتاج ومواقفهم الداعمة للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا وحماية للعمال والمجتمع الى ذلك فقد اكد المجلس مواصلة تطوير افق التنسيق والعمل المشترك والتعاون مع مجلسي شورى والنواب ولجانهم المختلفة لبلوغ الاهداف السامية التي تلتقي حولها السلطتان مؤكدا ان الحكومة تحرص دوما على تكاملية العمل مع السلطة التشريعية بعدها اعرب المجلس عن اصدق تعازيه لجمهورية العراق الشقيق حكومة وشعبا في ضحايا حادث الحريق الذي نشب في مستشفى ابن الخطيب في مدينة بغداد داعيا المولى يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته وان يمنع المصابين بشفاء العاجل ثم اعرب مجلس الوزراء عن التعازي لجمهورية اندونيسيا الصديقة في ضحايا حادث الغواصة الاندونيسية التي غرقت قبالة سواحل بالي داعيا المولى عز وجل يتغمدهم بواسع رحمته بعد ذلك اكد المجلس دعم مملكة البحرين لجمهورية الهند الصديقة في التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 وتداعياته معربا المجلس عن تعازيه للهند حكومة وشعبا في ضحايا الجائحة متمنيا للمصابين سرعة الشفاء وقرر المجلس ارسال معدات طبية واكسجين للهند لدعمها في مواجهة الظرف الصحي الحالي وتجاوزه ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وقرر ما يليه اولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب بشأن حزمة مبادرات تطوير التعليم المدرسي وما بعد المدرسي والتي ترتكز على استحداث مسارات مرنة للتعلم ما بعد المدرسي وتنظيم التعلم الالكتروني والاعتراف بمؤهلاته وفقا للاجراءات والانظمة ووضع معايير مهنية لمزاولة 35 مهنة عملية وتطوير النظام التعليمي والبنية التحتية للمدارس مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات التجارية بما يسهم في تسهيل الإجراءات ومواكبة التطورات في القطاع التجاري وتعزيز مكانة البحرين الدولية في هذا الجانب الآلية المقترحة لنشر قوائم الإرهاب وقائمة الجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي في الجريدة الرسمية والتي تهدف إلى تفعيل التزام مملكة البحرين في هذا الجانب والتنسيق لسرعة إنفاذ الإجراءات الخاصة بالتعامل مع هذه القوائم مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على عشرة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن قرارات وطلبات المجالس البلدية خلال عام 2020 حيث وجه المجلس بدعم قدرات المجالس البلدية وتوجيه طلباتها وتوصياتها نحو مسارها الفعال في تحقيق التنمية المستدامة